حداتك قلت جملة كده في البداية أنه بعد يوم طويل جدا من حكايات كتير ومواضيع كتير وناس متقلمة بشكل كبير جدا أحيانا بتفضل المواضيع دي ببالك حتى بعد ما بتعمل ميديتيشن ده بروجرامك أنه أنت كل يوم بعد ما بتخلص يوم طويل جدا من ناس جاية تحاول النهاية تطلب من حداتك المساعدة أنك في الآخر عشان تقدر تنسى كل الحكايات دي بتميديتيت؟ لا أنا بميديتيت حتى بين الساشنز بصة هقولك على سر أنا ممكن يبقى عندي تصوير هوا ومعرفش أنا جاي تكلم في إيه والله العظيم واللي إيه اللي أنت سجلت معي كذا مرة أنا ما بسألش أيوه أمش بنرتب وخال يبقى عندي محاضرة ما حضر لهاش عندي إيفنت ما جهز لهش عندي هوا ما أرى لهوش أنا بسيبها كده برتاجي ليا بحس إن ده طالع من قلبي فبيوصل لقلب الناس صح إلا في الجلسات أحطي يدي على قلبي من أول النهار وأقرأ الفايل مرة واثنين وعشرة وأراجع وحضر أنا هقول إيه وهرد إيه لو قال لي إيه وأبقى شايل هم مقابلة البني آدم أكثر من أي امتحانة لم تحنته حتى بعد الخبرة؟ حتى بعد ما بتقابلوا بعد كذا مقابلة؟ حتى هذه اللحظة وهضل كده طول عمري حتى لو نفس الشخص قابلته ثلاثة مرات قبل كده؟ حتى لو نفس الشخص قابلته عشرين مرة ده واحد قرر يقتطع من وقته ومجهوده وفلوسه وييجي ويعد علشان يرمي اللي عنده عندك ولو خرج زي ما دخل ما أعتقدش أن أنت ربنا هيعد الموقف ده من غير ما يحسب أكيد إذن لازم أذكر له كويس أكيد